بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن نفهم مما قاله الزميل الكريم الأستاذ حسين الجمال عنا وعن مكانتنا وعن وضعنا وعن صفاتنا وعن مكانتنا بالنسبة للمجتمع هو ما ينبغي أن يكون أقولها تاني هي ما ينبغي أن يكون وهذا هو التحدي الذي يواجه كل محام ومحامين كيف يرتفع إلى هذه القمة التي أشار إليه لإما ارتفع إما ما ارتفعش فإن لم يرتفع إلى هذه القمة على فكرة الصوت ضعيف إذا لم يرتفع إلى هذه القمة لن يكون في الصورة التي تحدث بها الأستاذ حسين الجمال لن يكون كل واحد فينا خامة خامة على قدر ما تغزيها وتنميها على قدر ما تكون كل هذه الصفات صفات واجبة في المحامية والمحامة ولكن هذا الوجوب هو التحدي الذي يواجه كل مننا ويفرض عليه أن يكون على هذه الصفات سوف تجدون في اليمين الذي ستحلفونه الحفاظ على تقاليد المحامة ولقد تحدثت في هذا بأمس في الدفع التي سبقتكم بأمس ولكني سأتحدث اليوم عن زوايا أخرى خلاف ما قلته بأمس في كيفية رعاية هذه التقاليد والحفظ عليها كي ما يكون المحام والمحامية في المكانة التي تفرض نفسها على الكافة أحد الحاجات التي تسمعها كل يوم بساءة المعاملة من ممناء الشرطة ومن زباط الشرطة ومن الخضاء ومن أقلام الكتبة والمحضرين وكل يوم فيه أكثر من حدثة بتحصل طيب الله ده واضح أننا فيه فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط سهل أو أن تلقي بكافة الأحمال على سواك سهل ولكن إلقاء كل الحمل على سواك حضر الآن زمنا الأستاذ إيحيات توني وكيل النقابة العامة للمحامين المكان دي أنت الذي تحفرها والإحترام هو أنت الذي تحفر وليس من الصواب إذا كنت أنا عاوز أكون على المكانة التي أتمناها وأتغيها أن أنا ألقي بكل أحمال العلاقة السيئة هذا الآخرين قطعاً أن نلاقي فيه أحمال يشيلها الآخرون فيه فيه ناس اتعودت اتعودت على أنها تتعامل مع المحامي باستعلاء وهذا كلام تجدوه في الأصاغر أكثر من الأكام يعني أنا ممكن أخش على معاون نيابة لا يبذل لي من الإحترام ما يبذله للنائب العام ليه لأن النائب العام شبعان شبعان ما كان يعني ما بيقولش لنفسه أنا عشان أكبر يبقى هتعامل مع المحامي ده بالطريقة الفلانية لا هو كبير والصغير عاوز يكبر ويتخيل له أنه حينما يتعالى حيكبر في حين أنه في الواقع بيصغر إنما ده بيحصل وفي ناس عندها حالة السفزاز للتعامل مع المحامي والمحامية بصورة غير كريمة ده كل ده موجود إنما ليس من الفطنة إن احنا نخلي أنفسنا تماما من المسئولية لو كل واحد فينا شل مسئوليته حيفرض على المستفز ده والراغب في الاستعلاء ده والمتطاول ده إن هو يعاود نفسه ويحسبها قبل أن يفعل ذلك أو يجبره سلوكه وأدبي ووقاري واحترامي لنفسه على أن يحترمني لا جدال أنه جزء من المكانة ومن ثم جزء من التقاليد ما يرتديه المحامي والمحامية هذا المظهر المظهر هو المدخل الأول لإعطاء الانطباع بالمكانة إلى الآخرين يشترك المحاميات والمحامون في وجوب ارتداء رهوب المحامات اوعوا حد يترخص في ارتداء في ارتداء رهوب المحامات رهوب المحامات ليس حسبوه فقط أنه تقليد وإنما هو أمان وحماية يمكن أنا يحميني سني وشفتي إنما المحامي والمحامية في أور الطريق في شبابه محتاج للتقاليد أكتر مني اللي أنا قلت أن أنا شفتي ممكن تحميني إنما ممكن واحد يستصغر الشاب فيتجاوز أو يكون خارج عن حدود الأبد الأدب ثم يعتذر متعلنا بأنه لا يعرف أن الواقف أمامه محام أو محامية يبقى ارتداءك وارتدائك للروب لفضلا عن كونه تقليدا فإنه أيضا حماية أولى ثم هو مظهر من مظاهر واجبة وضرورية لإعطاء الانطباع بمكانة المحامي والمحامة إنما هل يترى معنى أننا سأرتدي روب نبقى لتحت الروب يعني لا يتفق مع كرمة وتقاليد المحامة لا لا وهنا بقى حقول حاجة بنات حواء من الأستاذات للالتزام بالتقاليد في الملبس أكثر من حاجة الرجال لاعتبارات لا تفوتوا عليكم زي الوقور المحتشف الذي ترتديه المحامية ضرورة لزوم ثم يأتي من بعد ذلك المحامة أنت لا يجوز أن تتخفى في الروب عشان تبقى ماشي من غير جرباتها ربطة العنق عنوان الجنس اللي انت لابسه ده لا يتفق معه المحامة مظهرك ده جزء من التقاليد وجزء من المكانة التي تحدث بها إليكم الأستاذ حسين الجمال جزء أساسي من التقاليد الأدب الأدب العام وأدب المحامة ده تقاليد وضرورة لزوم بلا أدب لا يكون هناك محامة ولا محام ولا محامية ولن ينال المحام ولا المحامية الاحترام الواجب إذا صدر أي منهم في تصرفه عن غير حدود الأدب الأدب العام وأدب المحامة الخارج قالوا يحكوا لنا وإحنا صغيرين مثل كده من الحكاوي تقعد ستة تقول لي قصة الغول واللي داخل على الغول من بعيد ومش أعرف يصرف إزاي فهو داخل عليه قال له السلام عليكم أما الغول قال له لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك قبل إعظامك إحنا كتن نسمع القصة دي وتهيق لنا أنها يعني هي حاجة للتسلية إنما دي مليئة عبرة دي مليئة عبرة وعظة وحكمة سلامك أدبك الذي تتقدم به إلى الناس يفرض عليهم احترام المستفز ده المتعالي اللي هو مستعد ومتأهد أن يسيء معاملة المحامي أو المحامية يوضع في حرج شديد حينما يبدأه المحامي أو المحامية بعبارة صباح الخير سيادتك حضرتك لسان العف لسان الحلم الملافذ السع هي مدخلك للتعامل مع أمين الشرطة ومع الزابط ومع القاضي ومع الكاتب ومع المحضر مع كل هؤلاء أنت لا يمكن إذا قدمت هذا أن تلاقى بعكسه استحالة بتنص سم المستعد للإساءة لك بتقديم هذا الأدب وهذا الاحترام اوعوا تنسوا اللي أنا قلت لك ده والله 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 هذا بهريز وخلاصة تجربة حياة طويلة ممتدة ليس معنى هذا أنني لم أصادف هذا النوع إنما برضو أنا فارد احترامي على من أختلف معه أو من يكون مهيئا للتجاوز معي وصف الأشياء بأوصفها جزء من الأدب ومن الحكمة يعني أنا مثلا شوف النقاط وكبار الصحفيين يصفون السب والشتم بأقضع الألفاظ وبالبذاءات بأنه تجاوز لا يا حبيب ده مش تجاوز ده مش تجاوز دي إيه اللي تأدى دي إيه اللي تأدى دي سفالة دي انحطاط يمكن اللي بيخش فيكو على المواقع دلوقتي يرى ما يفزعه من طغمة قليلة العدد تتطاول تطاولا معيبا بإلة أدب على نخيب المحامين وتستيسر أو تنشر سبه بأقضع الألفاظ وبكل الإهانات الممكنة منهم من يصدر في هذا عن طبعه ومنهم من هو أسوأ يحرض على ذلك فيستجيب مش دي الموهمات ولا دا المحامين محاما زي ما قال الأستاذ حسين الجمال احترام للنفس والذي يحترم نفسه هيحترم غيره في كلمة للعقاد يقول فيها واحفظوها عني إنني أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أحرص على احترام الغير لي الله هو أجل هذه جملة إنما الجملة اللي منشقين دي فلسفة حياة لن تضلل نفسك في احترامك لنفسك مش كده ولا إيه يعني اللي هو عارف إنه هو جواه خواء ممكن يمثل على الناس بس هو جواه عارف إنه مش محترم فلا يمكن النفس تخدع نفسها بينها وبين نفسها مع نفسك مع نفسي أنا عارف أنا إيه أنا محترم أم غير محترم وبالتالي حينما يزبط أنني أو حينما يتحق أنني أحترم نفسي فهذا خبر يبلغ مبلغ اليقين أما احترام الناس لي فليس بالضرورة أن يكون صادرا عن صدق أو سلامة طوية أو حسن فهم قد يفهمني الغير على غير حقيقتي وقد يخدع في مظهري وقد يتصور فيه ما ليس فيه فيعطين احتراما أنا في داخلي عارف إن أنا لا أستحق وبالتالي كانت مقولة الأستاذ العقاد إنني أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أحرص على احترامي الغير له مقولة أنا أعتبرها أيضا مكملة قال فيها إذا أحبك الناس مخدوعين فلا تفرح الله هذا بقى اللي إحنا هي ما يمكن أن ينخدع فيه الناس إذا أحبك الناس مخدوعين فلا تفرح دون مخدوعين وإذا كرهك الناس مخدوعين فلا تحزن وهم مخدوعين كم ينته بقى بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات بعض القراهات خير لك من بعض المحبات هذا دستور حياة يبقى أنا أنا عنوان نفسي في مظهري في ملبسي في روبي في أدبي في علمي وثقافتي ضمن الحاجات التي تواجهنا وحتواجهكم خاضية إما بتعالي أنك لن تضيف إليه شيئا أو أنه ضيق الصدر بطبعه أو أن رؤله مزدحة فيجور عليك ويجور على حقك في أن تبدي طلباتك ودفاعك فيش حد فينا ما تعرضش لهذا بس التعرض بيقل كلما ارتفعت مكانته شكرا المكانة اللي كلمك وأنا حسين بيه جمال مكانة مهمة جدا أنها لتحفر لك الطريق لتؤدي عملك بامتياز ولا تصادر ومع ذلك ممكن تتعرض فهنا بقى يكمن جانب آخر من التقاليد القائمة على حكتين حسن وعراضة العلم والثقافة التاني حصافة السلوك وبعد النظر وقوة البديهة خلونا أحكي لكم قصة كده من الحياة صادفتني بعد أن استقلت من القضاء العسكري وبدأت المحامة شهر أو شهرين يعني لسه محدش يعرف مين ده يعني ولم يشفع ليه طبعا أن أنا اسمي بتقال في الإزاعة كل يوم خمس ستة مرات محدش مركب الإسم ده على اللي واقف قدامه ده فروخت أنا قدام أحكامة جنح الدقي في معارضة في حكم حافس كان صادر ضد واحد صديق أخي الأصغر اسمه متولي الزياد طولي زيادة رجل بتاع سوء يعني وعنده أعاهة في قدمه في ساقه ففليل صهران مع أصدقائه بيلفوا بقى من ملهة لملهة لملهة فآخر المطاف وصلوا لملهة أو محل شنشن في أول شارع الجيزة الرئيسي بعد الميدان للقادم في اتجاه كبرى الجلاء فبعد ما راكنه نزل افتكر أنه هو ساب العربية بالمفتاح للمنادي في الأبرج فلأنه سايب طبنجة في شنطة العربية خاشية أن يكون ابن المنادي قد سرقه فتوجه إلى الحقيبة السيارة وفتحها واطمأن على الطبنجة جاي يحطها زل قدمه اللي هو عاجز فالطبنجة ضربت في حافة حقيبة السيارة فخرج منها عيار ناري خطأاً أصاب أحد أصدقائه في مشترج في مشت قدمه طبعاً هو جاني ومجني عليه لأنه هو مواش عاوز يوصيب صديقه وصديقه معتبر نفسه محله برضو ومقدر خدوا جار يودوه مستشفى واتفقوا على قصة أن هذا عيار ناري انطلق من واحد معده في سيارة بيجلي في الشارع عشان يتلافه اتهام متولي الزياد إنما المنطقة دي كان الكلام دي في سيارة بأيام الرئيس الله يرحمه أمر السادات جاء قريب من بيته فانطلقت كل الأجهزة الأمنية والمخابراتية والأمن الدولة تتحرى يعني واحد ييجي في الحتة دي في هذه الساعة من الليل وبيطلق نيران دي مسألة متصلة بأمن الرئيس أهدوا يتحروا لغاية ما عرفوا الحقيقة راحوا المتولي الزياد اللي هو الجان اعترف راحوا بقى للمجني عليه المصاب يعني في المستشفى فأنطل وأصر على الإنكار فقاله واجهوه بأنه اللي اعتدى عليه أو اللي تسبب فيه إصابته اعترف ده القضية خد فيها ستة شهر حبس أو سنة على ما أذكر من محكمة أول درجة جنح الدقي فعمل معرضة في هذا الحكم الغياب ورهت أنا بقى عشان اترافع في هذه المعارضة التي جرت العادة على أن القاضي لا يرجع في حكم الضرر مهما كان غيابيا والكلام الحلو اللي بنقوله ده كلام لا يصادف الواقع فأنا رأي أساسا مهموم وخايف والآن أننا نطلع بالولد محبوش فأنا متوتر بطبيحتي كده يعني رايح متوتر لقيت محكمة جنح الدقي دي منعقدة في حجرة في المساكن الشعبية اللي في شرع السودان وده تعبانة خالص والقاضي قاعد جوح عشرات وقاضي بقى ما شاء الله عمال ينادي قبل ما اللي وقف قدامه يثبت حضوره ينادي على اللي بعد وأنا مية وواحد رول أنا لا أنسي القصة دي أنا بقى أحد الدروس اللي استفدتها إن أنا رائب القاضي إذن أنا دخل تكلمه قدامه ما شاعد فقط المحامين لغاية آخر لحظة كده واروح باشا أو ما بقاش عارف القاضي ده مثلا ضيق الصدر ولا واسع الصدر بيمفهمها لازم تروح تدرس قضية ده جزء من تقاليد المحامات تدرسه فأنا درسته وعرفت إن القافة بتاعته إنه هو يعني معتبر ده يعني كمالة واجبة ومشي شغلك على الطول يعني بديش حد فرصة يقوله صباح الخير حد ف جيه عليها الدور نضي على القضية فأنا وقفت أمامه في حاجة أساس اسمها إيه قيمة الصمت شوفوا الوقفة اللي أنا وقفتها دي دي وقت خليتكم مترقبين قال لا الرجل ده وقف ليه حيقول ليه يعني ساعات الصمت يبقى أكثر أسرا في إنه هو يجذب إليك انتباه المتلقي فأنا على خلاف بقى الناس كلها بتجري عشان ترح هتقوله أنا أفتاني وطنب كذا أنا وقفت وقفت ساتت بسواني يعني فهذه الوقفة الصامتة لفتت نظر هذا القطر فرفع رأسه من على الورق التي لا يرفعها قط وبص يشوف من الغتل ده أول لفت انتباه القاضي إلي هيا أستاذ بعداء شديد جدا طلبات قلت له سوء للأحناف وابن قيس قلت له سوء للأحناف وابن قيس سأعمل كده قال لك ما قول الرجل ده يا مجنون يا حيقول حاجة صح إن أنا أعرف قلت له قلت له سؤل الأحناف ابن قيس وكان أحلم خلماء العرب سئل من أحلم من رأيت هو بقى أحد يسمى قال قيس المعاصر هو أحلم من رأاه يعني هو أحلم العلماء وبيحكي عن أحلم من رأاه قيس المعاصر رأيته يوم بفناء داره محتبيا بحمائل سيف إيه حمائل سيف يعني الشد الشد أو مركب بالجعبة بالجراب بالسيف بالبتاء يحدث قوما ملمو من على حواليا فأتي إليه برجل مكتوف وبعدين بشرح له بقول له مكتوف يعني متكتف عشان يعرف برضو أنه يوزن الكلام ورجل مكتول وقيل له هذا المكتوف قتل ابنك بكمل الأحنف ابن قيس في قصة الرواية قال والله ما قطع حديثه كمل حديثه ولا فك حبوت الشد ثم التفت إلى ابن أخيه المكتوف ما هو ده القاتل ده طلع ابن أخوه قال له رميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك ثم التفت إلى ابن آخر له فقال خل أكتاف النعم قالها أولا ثم وار أخاه انتفنه ثم سق مئة من الإبل إلى أمك دية في ابنها فإنها غريبة يعني أنا عفوت بس لازم لديها تروح لها هيا ده بقى كان المدخل الذي خلل الرجل فانجل وحب يعرف أنا أقول هذا ما يقول ده هذا هذا حالة والنسيان وما أكره عليه وعدت شرحت له بقى إيه اللي في القانون بالنسبة للزنة والشرط وإنه القضية اللي قدامك دي المجاني هو المجني عليه هو نفسه لأنه هو مصاب في صديقه والمجني عليه هو معتبر نفسه محل الجاني صديقه واستفدت في هذا فالرجل طبعا ما كانش يقدر يدي براءة يعني فرحم الديني إيقاف تنفيذه كل ده سمرت إيه أن أنا فكرت وتأملت ودرست شخصية القاضي والظروف اللي بيشتغل فيها واخترت من المحصول المختزن في ذاكرة ما أستطيع به أن ألفت نظره وأن أجبره على حسن الاستماع ده بقى أبو أرض وأنا كل ما أتكلم أقوله سيدي القاد سيدي القاد جزء برضه من الفنون عندك حينما تقدم الاحترام لغيرك تجبره على احترامك أنا نقيب في وسط زملائي وأنا في سن أب بعضهم وفي سن جد بعضهم ولكني لا أخاطب أحدا بإسمي يعني ما خاطب بالأستاذ أقوله أستاذ سيدي يا أستاذ يحيا يا أستاذ فاطمة لا أخاطب أحدا بإسم هل ده يعني لو تجهلت الاسم يعني شطارة لها مش شطارة من حق زميلي أن أوقره وأن أعطيه حقه ولكن حينما تفعل هذا أنت تستدعي الآخرين على الأقل إلى معاملتك بالمسل في إن ما هنمشي في التقاليد يا أساذة هتجدوا أشياء كتيرة جدا ورود وأظهار عليكم أن تلموها وأن تقططفوها علشان تبقوا محامين صح طبعا هذا الكلام لا ينفي باقي استفاد بقى الشرف والأمانة والاتساح في العلم وفي المعرفة دي كلها حاجات وأنا اتكلمت عليها يعني كثيرا في الجلسات السابقة لحلف اليمين وفي كتاب رسالة المحاماء وما أتمنى أن يعني يتردد بيننا هذا الحديث وتعطى لي فرصة وفتاني وفتالت أننا أتحدث إليكم وحزبي هذا علشان أنا قدت من أعطيكم كتير علشان نبدأ في إجراءات حلف اليمين وزي ما قال لكم زميلي الأستاذ حسين الجمال أنه ليس مجرد ترديل ببغائه وإنما هو قسم نابع من القلب والوغدان والشعور نحس بكل كلمة من كلماته لأنها سوف تكون دستور حياتنا في الحياة بعامة وفي المحامات تفضلوا وقوفا لنقسم اليمين بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم لا أسخن شوية أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماء بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماء وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستورة والقانون صادق التهدي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر